بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم الأستاذ سعد إبراهيم الجريس معلم تربية خاصة في محادي التربية الفكرية غرب الرياض المرحلة الدراسية المتوسط للصف الأول متوسط لمادة الرياضيات تعليمات الدرس أرجو من الأسرة تهيئة الجو المناسب وإحضار الكتب والأدوات اللازمة والاستعداد للدرس توصيات للأسرة حتى يتمكن الطالب والطالبة من الاستفادة الكاملة من المنهج الدراسي يجب على الأسرة مراعاة عدة أمور أثناء مساعدتهم ومنها أولاً تهيئة الجو المناسب للتعلم والحرص على مكان هادئ ونظيف وذو إضاءة جيدة ثانياً استخدام الجمل والعبارات المحفزة للطالب وتعزيز استجاباته الصحيحة والبعد عن عبارات اللوم والنقد والمقارنة بالآخرين ثالثاً التواصل الدائم مع المدرسة من خلال منصة مدرستي لمواكبة المنهج وإطلاع المعلم المختص على تقدم الطالب في الخطة الفردية أداب الدراسة عن بعد أولاً الجلوس في مكان مناسب أرجو منك عزيز الطالب أن يكون المكان مناسب قبل بدء الدرس ثانياً عدم الأكل أو الشرب أثناء الحصة أرجو منك عزيز الطالب عدم الإنشغال بالأكل أو الشرب أثناء تقديم الدرس ثالثاً إحضار الأدوات اللازمة مثل الكتب والأقلام الوحدة الرابعة لمادة الرياضيات درسنا لهذا اليوم هو مراجعة مضاعفات العدد خمسة مضاعفات العدد خمسة أهداف الدرس أولاً أن يستخرج الطالب مضاعفات العدد خمسة من بين الأعداد بشكل صحيح ثانياً أن يكتب الطالب مضاعفات العدد خمسة بشكل صحيح ثالثاً أن يسمي الطالب مضاعفات العدد خمسة بشكل صحيح ما هو المقصود بمضاعفات العدد خمسة؟ للحصول على مضاعفات العدد نقوم بإضافته للعدد نفسه بمعنى خمسة زائد خمسة يساوي العدد عشرة إذن المضاعف الأول هو العدد عشرة عشرة نقوم بإضافة العدد خمسة للعدد عشرة للحصول على المضاعف التالي يصبح لدينا العدد خمسة عشر عشرة زائد خمسة يساوي خمسة عشر المضاعف الثاني العدد خمسة عشر نقوم بإضافة العدد خمسة للعدد خمسة عشر للحصول على المضاعف الذي يليه يصبح لدينا العدد عشرون العدد عشرون نقوم كذلك بإضافة العدد خمسة للعدد عشرون يصبح لدينا المضاعف خمسة وعشرون خمسة وعشرون نقوم كذلك بإضافة العدد خمسة للعدد خمسة وعشرون يصبح لدينا العدد ثلاثون العدد ثلاثون نقوم كذلك بإضافة العدد خمسة للعدد ثلاثون يصبح لدينا العدد خمسة وثلاثون 35 و 30 نقوم بإضافة العدد 5 للعدد 35 يصبح لدينا العدد 40 العدد 40 إذن مضاعفات العدد 5 العدد 10 15 20 25 30 35 العدد 40 النشاط الأول أرسم دائرة حول الأعداد التي تعد من مضاعفات العدد 5 في هذا النشاط يوجد لدينا مجموعة من الأعداد سوف نقوم بقراءة هذه الأعداد ومن ثم تمييز مضاعفات العدد 5 تمييز مضاعفات العدد 5 العدد الأول الموجود لدينا في هذا النشاط العدد 5 العدد 5 العدد 5 العدد الثاني العدد 7 العدد 7 العدد الثالث العدد 10 العدد 10 كذلك يوجد لدينا هنا العدد 18 تبقى لدينا العدد الأخير وهو العدد 20 العدد 20 النشاط يقول أرسم دائرة حول الأعداد التي تعد من مضاعفات العدد 5 العدد الأول العدد 5 نقوم بتمييز هذا العدد وذلك بوضع دائرة عليه العدد الثاني العدد 7 هل العدد 7 يعد من مضاعفات العدد 5 أحسن تبارك الله فيك العدد 7 لا يعتبر من مضاعفات العدد 5 لا يعتبر من مضاعفات العدد 5 العدد الثالث العدد 10 العدد 10 هل يعد العدد 10 من مضاعفات العدد 5 أحسن تبارك الله فيك العدد 10 يعتبر من مضاعفات العدد 5 نقوم بتمييز هذا العدد وذلك بوضع دائرة عليه أصبح لدينا العدد 18 العدد 18 هل العدد 18 يعد من مضاعفات العدد 5 أحسن تبارك الله فيك العدد 18 ليس من مضاعفات العدد 5 إذن لا نقوم بتمييز هذا العدد ولا وضع دائرة عليه عليه تبقى لدينا العدد الأخير وهو العدد 20 نقوم بتمييز هذا العدد وذلك بوضع دائرة عليه لأن العدد 20 يعد من مضاعفات العدد 5 يعد من مضاعفات العدد 5 كما تشاهد عزيز الطالب قمنا بتمييز الأعداد التي تعد من مضاعفات العدد 5 وذلك بوضع دائرة عليها لم نقوم بتمييز الأعدد 7 ولا العدد 18 لأن هذه الأعداد ليست من مضاعفات العدد 5 ليست من مضاعفات العدد 5 النشاط الثاني لون مركبة القطار التي تحمل مضاعفات العدد 5 في هذا النشاط يوجد لدينا صورة لقطار كل عربة من عربات هذا القطار تحمل عدداً معين سوف نقوم بالتعرف على هذه الأعداد ومن ثم تمييز العربة التي تحمل العدد الذي يعد من مضاعفات العدد 5 وذلك بتلوينها العربة الأولى هل تستطيع عزيز الطالب قراءة هذا العدد؟ أحسن تبارك الله فيك العدد 20 العدد 20 هل العدد 20 يعد من مضاعفات العدد 5؟ أحسن تبارك الله فيك العدد 20 يعد من مضاعفات العدد 5 نقوم بتمييز هذه العربة وذلك بتلوينها وذلك بتلوينها العدد الثاني ما هو العدد الموجود لدينا في هذه العربة؟ أحسن تبارك الله فيك العدد 15 العدد 15 هل العدد 15 يعد من مضاعفات العدد 5؟ أحسنت العدد 15 يعد من مضاعفات العدد 5؟ إذن نقوم بتمييز هذه العربة وذلك بتلوينها وذلك بتلوينها العربة الثالثة تحمل العدد 11 العدد 11 هل العدد 11 يعد من مضاعفات العدد 5؟ أحسنت العدد 11 ليس من مضاعفات العدد 5 إذن لا نقوم بتمييز هذه العربة ولا نقوم بتلوينها لا نقوم بتلوين هذه العربة لأنها تحمل العدد 11 والعدد 11 ليس من مضاعفات العدد 5 العربة الأخيرة تحمل العدد 5 نقوم بتلوين هذه العربة وذلك بتلوينها لأنها تحمل العدد 5 كما تشاهد عزيز الطالب قمنا بتمييز عربات هذا القطار التي تحمل الأعداد التي تعد من مضاعفات العدد 5 لم نقوم بتمييز هذه العربة ولا تلوينها لأنها تحمل العدد 11 والعدد 11 ليس من مضاعفات العدد 5 العدد 11 ليس من مضاعفات العدد 5 النشاط الثالث أرسم دائرة على العدد الذي يعد من مضاعفات العدد 5 ويكمل سلسلة الأعداد يوجد لدينا هنا في هذا النشاط سلسلة الأعداد تبدأ من العدد 20 سوف نقوم بقراءة هذه العداد ومن ثم إكمال هذا المربع الناقص العدد 20 21 22 23 24 ما هو العدد الذي يلي العدد 24 هل هو العدد 25 أو العدد 27 أحسن تبارك الله فيك العدد 25 هو العدد الذي يلي العدد 24 كذلك الأدد 25 يعد من مضاعفات العدد 5 يعد من مضاعفات العدد 5 لم نقم باختيار العدد 27 لأن هذا العدد ليس من مضاعفات العدد 5 يوجد لدينا هنا عزيز الطالب المجموعة الأولى قمنا بإضافة 5 ألوان المجموعة الثانية قمنا بإضافة 10 ألوان المجموعة الثالثة والأخيرة قمنا بإضافة 15 ألوان هذه المجموعات تعد من مضاعفات العدد 5 تعد من مضاعفات العدد 5 في نهاية هذا الدرس أشكر الطالب وأشكر الأسر على استماعهم وإنصاتهم أتمنى لهم التوفيق والسداد هذا وصلى الله وسلم ومبارك على نبينا ومحمد